الله يحيي هالوجه الطيب تدري وش معنى راحت سنة وجدت سنة وراح يوم وتبعه يوم معنى هالكلام ان الاعوام اعمار وان الاعمار ايام وان الايام انفاس واذا كان العمر يقاس بالانفاس تراه عمر زائل وقصير من حكمة الله ان الله يختم السنة لنا تختم بشهر من الاشهر الحرم ذا الحجة ويبدأ العام الجديد السنة الجديدة بشهر من الاشهر الحرم محرم على اساس نودع العام بطاعات وحسنات ونستقبر العام بطاعات وحسنات فلا تظلموا فيهن انفسكم العرب كانت تعرف قيمة الاشهر الحرم ولذلك يقال رجب مضر نسبة الى قبيلة مضر رجب من الاشهر الحرم لان مضر كانت تحترم نفسها لا ترفع سيفا ولا تقاتل احدا ولا تعتدي على احد عرفت قيمته خلني انا ياك نهاجر مع بداية الهجرة نهاجر عما نهى الله عنه الى ما يرضى الله سبحانه وتعالى وش رايك شهر الحرم تعرف قيمته العرب والجاهلية في ذلك الوقت ويسمونه شهر الله المحرم واضيف الى الله اي شيء يوضاف الى الله له فضله وله قيمته والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرى صيام شهر بعد رمضان وفضله الا شهر الله المحرم ان قدرت تصومها كلها صم ما قدرت تصوم منها ما استطعت ما قدرت لا تترك يوم تسعة وعشرة يسمى تاسوعاء وعاش وراء تفحيم وتعظيم لمكانته يا جماعة الخير قريش تصوم اليهود صامت النصارى صامت النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يدور بين الناس اللي صاي من هذا اليوم يتم صيامه يعني ما اكل يتم الصيام واللي اكل فليمسك وليتم ما تبقى من ذلك اليوم وكانوا يعودون الاطفال على صيامه يكفر سنة سنة تكفر من ذنوبك صم يوم تسعة وصم يوم عشرة وانشر هذا لأهلك واخوانك وعود ابنائك كم من الاجور فيه وتبدأ سنتك بصيام وقد ختمتها بصيام عرف